يحدث في دول العالم أن ينشب صراع بين قوى السياسية مختلفة غير أن للأمر في العراق أبعادا أخرى فبينما تتنافس الأحزاب والقوى السياسية في دول العالم على خدمة الناس نرى الصراع في العراق يدور بعيدا عن مراعاة مصالح الشعب إذ يهتم سدنة المنطقة الخضراء بمصالحهم الشخصية ومكاسبهم السياسية وليذهب الجميع بعد ذلك إلى الجحيم فاجعة غرق العبارة في الموصل فتحت الباب أمام فرقاء العملية السياسية ليبدأوا فصلا جديدا من فصول تصفية الحسابات وإقصاء الخصوم سعيا من جهة إلى السيطرة على محافظة نينوى سياسيا وأمنيا ومن جهة أخرى سعيا إلى تعظيم فرص البعض بالفوز بمنصب نائب رئيس الجمهورية عبر إقصاء الآخرين من خلال فتح ملفات فساد متستر عليها أو مغلقة ففي سياق الصراع المحموم بين رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والأسبق نور المالكي على منصب نائب الرئيس وجد أنصار العبادي في فاجعة العبارة فرصة سانحة لتصفية الحسابات مع المالكي وفتح ملفات الفساد وإهدار المال العام إبان فترة حكمه للبلاد حيث تقدم 78 نائبا بطلب إلى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة لتقص الحقائق بشأن ملابسات حادثة سبايكر التي وقعت في شهر حزيران من عام 2014 في محاولة لإبعاد المالكي عن الفوز بالمنصب بالطبع فإن المالكي ليس بريئا من تلك الاتهامات وقد سبق أن أدانته لجنة التحقيق في أحداث سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة لكن الأمر هذه المرة لا يتعلق بمحاربة الفساد قدر تعلقه بالصراع بين مجموعة من الفاسدين الذين يمسكون بزمام الأمور في العراق على وثق عملية سياسية معيبة أسسها الاحتلال الأمريكي على المحاصصة متوافقا في ذلك مع مصالح إيران التي تدعي واشنطن معاداتها من أجل إبقاء العراق ساحة للتنافس الشكلي بين الغريمين الأمريكي والإيراني بينما ينشغل شركاء العملية السياسية بصراعاتهم من أجل نهب المزيد من أموال العراق والسيطرة على مقدرات شعبه ترجمة نانسي قنقر